بسم الله الرحمن الرحيم الاول برحب بحضرتكو جميعا هو الحقيقة انا كان مفروض ان انا هتكلم عن او ديت في المانجمنت في كوميوتي اكوار دنيمونيا لانما انا طبعا ما عرفش اجيب محضرة كده واقول فيها امين لازم اعمل كنتروفيرسي واقول الرأي والرأي الاخر يعني من الاخر كده هنتخانق ونجيب ناس تتخانق في سنة 2019 كانت الامريكان سراصيك سيتي وال اتسا عملوا وعاملوا أبديت للجايدلينزي كانت أخر مرة في 2007 المشكلة أننا طبعا الجنراليزيشن بتاع الانفكشوات بتبقى المتد اننا أجيب جايدلاينز بتتكلم على أمريكا والعينين في أمريكا وطبقها بالضبط في مصر في فرق في الجيوغرافيك ديفرانسيز والميكروبيولوجيك اتيولوجي زي ما لو سيدة تورا الشيرين قالت والانتي ميكروبيل ريزيستنس بتبقى طبعا دي كلها حاجات بتختلف في أمريكا عن برا أمريكا كانت عمل كريتسيزم للجايدلاينز دي هي دي منظر الجايدلاينز اللي اتنشرت في 2019 وده الكريتسيزم اللي كانت عمل دي الناس اللي احنا جايبنا تتخانق معنا اللي هو كان فيه كريتكال أبريزل من ناس جابوا 14 أستاذ وعالم من خارج أمريكا لم يشاركوا في الجايدلاين وناس تقيلة كلها من أوروبا وكان من خمس قارات بيقولوا رأيهم في الجايدلاينز دي كانت الأسئلة اللي اتسألت لهم قلوا لنا خمس حاجات تتفقوا فيها احنا مش هنعترض على طول مع الجايدلاينز وخمس حاجات لا تتفقوا نهائيا وشايفين ان دي غلط والحاجات اللي انتوا شايفين هيا ماشي تنفع في أمريكا عشان دي انها ما تنفعش عندكم في بلادكم هنشوف مع بعض كده الحاجات دي منطقية ولا لا أول حاجة الفروق ما بين الجايدلاينز القديمة والجديدة الجادول ده مهم عشان ده اللي فيه الابديت وبعد كده هنبتدي ايه معركة تحطيم العظام الاسبيوتام والبلد كالتشر كانوا في الأول في الفين وسبعة بيقولوا اساسا الروكميندد العيني في السيفير ديزيز كمان الماكروليد منو سيرابي كان كان سترونج ريكمينديشن في الفين وسبعة قالوا لا ده يعني ضعف ريكمينديشن شوية وبقى كونديشنل بناء على الريزيستنس في البلد زي ما هنشوف دلوقتي يوزنج الكورتيكوستيرويدز كان ما تكلموش عليه خالص زمان ابتدوا تكلموا عليه دلوقتي هنشوف قالوا ايه وهنا احنا متفقين ولا لا مع استعمال الكورتيكوستيرويد في النيمونيا ودي مشكلة كبيرة قوي البروكالسيتونين او البروكال زي ما بيسعاد بيحب ويدلعوه يعني ما كانش يتكلموا عنه خالص في الفين وسبعة قالوا تسنات ريكميندد تو دي ترمين النيد للانيشيشن في انتي ميكروبيا التيرابي في الفين وتسعة عشر اليوزوف ايتش كاب او الهيرس كير اشفيت الدنيمونيا كانوا اندورسد وقالوا عاوزينه زمان دلوقتي قالوا مش عاوزينه ويتشال والستاندرد امبيريك تيرابي للسيفير كاب كانوا بيقولوا زمان ان احنا ناخد البيتالاكتام ومكتروليد او البيتالاكتام والفرولكينولون دولة زي بعض انما دلوقتي بوث اكسبتد بط سترونجر افيدنس البيتالاكتام مكتروليد واخر حاجة الروتين يوزوف فولو اوبشست اكس ري انك تتابع عيان النيمونيا بكس ري ما كانش حد تكلم عنها زمان ودلوقتي قالوا اتس نوت ريكميندد هنبتدي مع بعض كده في النقد اول حاجة موضوع ان احنا نشيل اليتش كاب الهيل سكير اشويت نيمونيا دي كان اي حد في الثلاث شهور اللي فاتوا دخل دخل هيل سكير فاسيليتي او الناس اللي في البيوت بتاعت المسنين وغيره كل دول كان اول ما حد بيجيلوا نيمونيا كان ده بيعترب ان هو فيه ريزيستانت سترينز ويبتدع على طول بجرام نيجاتيف وانتي ميرسا وحاجات كبيرة قوي الكلام بعد كده لما شافوا لا ان لا ده اغلب اغلب العلماء دول وحنا معاهم اتفقوا انه ده بيعمل اوفر تريتمينت واوفر يوز للانتيبيوتكس وان انا بعمل اوفر اوفر قوي للمالتي دراج جزيستانت بكتيريا وكاتل قوي ومش فارقة استعمال الميني انتيبيوتكس في المرتالي بتاعت العينين ولذلك ايه او كب تزيد المرتالي كمان فقالوا ان دي خلاص ومش عاوزين الاتش كاب الالترنتف قالوا فيه للميرسا والسودومونس وده وين ريسيف ده من الاكسبرت بانيل وقالوا ان احنا طبعا تشوزنج اونلي ميرسا والسودومونس ارجونوزا ده بيمس حاجات تانية من من الجروبات زي الاكستيندل سبيكترام بيتالاكتميز انتيرو بكتيرياس زي ما قالت او الاسبل زي ما قالت الدكتورة لمياء فبالتالي احنا ماش بس الميرسا والسودومونس لا فيه حاجات تانية مهمة فديه الحاجات اللي احنا بنقترح ان هي تخش الجايدلاينز اللي هتبقى بعد كده وان طبعا الامبيريكل برود ثيرابي دوت بيعمل لنا عشان كده بنحتاج مور اكستينسيف دياجنوستيك تيستينج علشان نقدر نحدد الاسبكترام الركومنديشن بتاع اجينستيوزف كورتيكسترويد الحقيقة احنا شفنا الكلام ده قد ايه كان مشكلة في العيانين بتوع الكوفيد ناينتين ده نعمل النيمونيا والفيروس ده كوميوتي اكوارد فالكوميوتي اكوارد مش بكتيريا البس دي كمان فيها فيروس فكان الكورتيكسترويد كان كان كروشيال واساسي في علاج الكسير من الفيرل نيمونيا فما ينفعش طبعا هي ابتدت الجايدلاينز في اول 19 في اخر 19 في ديسمبر 2019 طلع الكوفيد فما ينفعش انك انت في الطب عموما تدي قعدة عامة كده للكل وتقول ما يستعملش الكورتيكسترويد الكلام ده غلط قالوا نستعمله بس في السيفير نيمونيا لا ده فيه حاجات تانية كتير في ميجور بنيفتس ممكن نستعمل فيها الكورتيكسترويد وكان من اوائل الناس اللي اعترضت على الكلام ده اربعة من كل الاربعتاشر دول كان من ضمنهم انتوني توريس وده راجل كبير او في الانفكشن كان عمل استاضي على الناس اللي هي بيبقى فيهم سي ار بي او سير اكتف بروتين فوق المئة وخمسين في سيفير سيستيميك انفلميشن وانفكشن دول كان بيديهم سيستيميك كورتيكسترويد ولقى فيه ماركت امبروفمنت وكانت بكتيريال اندر كفر في انتباوتكس لقى ان فيه ماركت امبروفمنت في الراديولوجي وفي الكرينيكل والديتوريشن بتاع العيان والسيرفايفل بتاعه لما يبقى فيه سيستيميك انفلميشن عالي فبالتالي كمان البكتيريال مش بس الفيرل في مكان للسيستيميك كورتيكسترويد ما ينفعش ان انا اعمل برود يعني ريكمنديشن برود بالطريقة دي الريكمنديشن ضد استعمال بروكالسيتونوين عشان ابتدي الانتي ميكروبيل ثيرابي طبعا كان فيه بعض الاسبرت بانيلز قالوا لا احنا ضد الكلام ده وفيه ناس كانوا معاه هو الفكرة طبعا ان هي اعتمدوا على سنجل استادي بتاكسيكلود العيانين اللي فيهم راديولوجيك الافيدنس عشان كده ما كانش الكلام واضح قوي ومهم انها معموما ان هم قالوا ان شوت بي يوزد فور ايرلي دسكنتينويشن فانتبيوتكس وان افيدن سترونجل سبورت الفيروس اونلي اتيولوجي دلوقتي كل الجايدلانزة بتدور على حاجة تقلل بيها الاسبكتر مش افضل انا قدي كومبينيشنز بالاتنين والثلاثة فانا ممكن استعمل البروكالسيتونين عشان اكسيكلود البكتيريال اكتر من انا ابتدي بي انتيبيوتكس للبكتيريال ريكمنديشن في كونديشن يوزف ميكروليد منوثيرابي ان اوت بيشن بيزد على لوكا الريزيستنس الحقيقة الجايدلاينز جات قالت ان انا عوزة خمسة وعشرين في المية فما ازيد من الريزيستنس في الكوميوليت بتاعتك يعني انت تبقى عمل ريزيستنس باترن وشايف عندك ايه لو هم عندك الليفل دفع ما هو فوق يبقى انت ما تستعملش الماكروليت في كبداية للتريتمينت بتاع الكوميوليت اكوار دنيمونيا الحقيقة قالوا ده ده لفل عالي اوي لخمسة وعشرين في المية يعني انا معنى كده ان انا عندي كل اربع كل خمس عايق كل اربع عينين واحد فيهم عندي ريزيستنس للماكروليت ومع كده قدي الماكروليت سينجل تريتمينت فطبعا قالوا ان الحاجة كده دي يعني حطير فيها رقاب الناس ستموت كتير قوي ان يبقى عندك انت الريزيستنس عالي قوي كده المفروض ان هذا الثريشل يقل خالص عن كده كمان فيه مشكلة ان استعمال اللونج تير منجمينت الماكروليت في ميني كرونيك ديزيز يعني انتم عارفين دلوقتي الكرونيك اكسسيربيتور في الاسما والبرونكيكس بياخد ازيس رومايس مثلا افري اذر دي لمدة 6 شهور فده زود لي الريزيستنس وبالتالي كان صعب قوي تيجي الجايدلاينز تقول العيان اللي هو ما فيش فيه ريسك فاكتورز كانوا بيريكممند انك تدي مثلا ازيس رومايسن شوفوا الكورس ازاي يعني انتم اعتبروا انتم جالكم في العيادة شاب عنده 25 سنة ولعيب كورة وعنده راديولوجيك الشدو فنيمونيا عشان ده تعريف النيمونيا تخير تدي له 500 ميلي جرام اول يوم من الازيس رومايسن وبعد كده تكمل 250 ميلي جرام دير لمدة خمسة ايام يعني طبعا يعني انا اعتبره ده علاج ضعيف في النيمونيا الى حد كبير بالذات فان ريزيستنس باترن عندنا في بلادنا من الحاجات العالية قوي في بلاد زي اليابان واسبانيا عدوا ال 50% ريزيستنس للمكروريدز الانتيبيوتكس ستيوردشيب مش هنتكلم فيها كتير انما هي بسرعة كده ان الو قالت انك انت ماينفعش تستعمل كل تدرب الزبابة بمدفع رشاش ماينفعش الكلام ده انت في عندك جروب بتقول ان هي اللي هي بحارب بها اول حاجة اللي هي الاجسس جروب الاجسس في ايدك مفتوح عليها وفي جروب الووتش يعني استنى كده راقب العيان لما تحتاج هديها وفي الريزيرف الكنهالي على جنب الريزيستنس والعيان السيفير والكلام ده يعني مثلا قالوا ان العيانين الاكسس جروب اللي استعمل فيها بسرعة والحاجات البسيطة السهلة دي استعملها بسرعة ان فيش مشكلة انما الانتيبيوتكس اللي هي الووتش جروب الكنهالي على جنب شوية حاجات زي وحاجات زي وغيرها من والريزيرف جروب زي وزي والحاجات دي كلها دي خليها لما تشوف العيان سيفير او اتلاق ان ما دورتش على الكلام دو وما احترمته في ترتبها في علاج العيانين يعني اتلاق ان هي مثلا عايزة عايزة تقول ان لو انت العيان عندك اي كوموربيديتي لا تستعمل الاموكسسيلين كلافينيك اسد خالص طب احنا عندنا في امريكا الاحصيات بتقول كل اربعة من كل عشرة عندهم وان كوموربيديتي او ستة من كل عشرة عندهم وان كوموربيديتي واربعة من كل عشرة اشخاص عندهم اتنين كوموربيديتي يعني ديابيتس مثلا وكاردياك فكده محدش تقريبا هياخد اموكسيلين كلافونيك اسد بالطريقة دي فكان برضو التعليق ان اللي هي ما فيش ما هيش حاجة منطقية ان انا او المنطقية ما احترمتش المنطقية في هذا الموضوع كمان جاءت تانية مثلا تقول في العيان الكميونيتي اللي اول ما يدخش المستشفى يعني اول ما يدخل المستشفى هستعمل كفاء اللي يخش لما يخش العناية وعلى الفنتليتور يديله ايه يعني برضو حاجة مش منطقية استعمال او قوي فدي برضو من الحاجات اللي هي ايه اللي تشاف انها بتعمل الانتيبوتيك ستيورتشيب اللي احنا كنا نتكلم عليها نقصة خمسة اللي هي الركومنديشن بس في السيفير كاب والسودومونس والميرسا هي الاول بيطلب ليه الاسبيوتم والبلاد كالتشر بيعملوها ليه بيعملوها عشان ينروا الاسبيكترم انت عندك دلوقتي بتدي علاج للميرسا والسودومونس فانت بتعمل الاسبيوتم بسرعة عشان تلقى ما فيش الحاجات دي تقوم تنروا الاسبيكترم تقلس استعمال اليوز في العينين اللي فيهم الحاجات دي جم ناس من اليابين ومن المانيا وانحنا في مصر بنعمل الاسبيوتم وبنعمل للعينين كلهم يحتاج يخش مستشفى يعني ايوما بنعمل الحاجات في العيادات انما ونستخدم المستشفى بنعمل حاجات دي فانتو ليه تقتصروهم على العينين دول بس في لا احنا محتاجين الانفستيجيشن ده هي لكل حد يخش المستشفى يعمل الانفستيجيشن في كما قالوا انها difficult to implement outside the United States مثل مثلا في بلاد في اوروبا مثلا وساوز افريكا قالوا انحنا ما عندناش الميرسا كتير فبالتالي انا مش محتاج اعملها امبيريكا كفرش احنا عندنا الحقيقة بنشاهها في مصر كتير الماكروليد ريزيستان نيمو كوكايزا ما قولنا في اليابان وسبين لقوها انها عالية جدا فقالوا ما ينفعش ادي امبيريكا منوسرا بماكروليد في بلادنا فا افريكا احنا بنستعمل الفلوريكينيلون فالحاجات دي طبعا بتخبي التيبركولوزيس فاستعمالها امبيريكا كتير في عيان في نيمونيا وفيفر هيخبيلي وهشخصلي التيبركولوزيس متأخر قوي فا دي ما ينفعش تخليها في الفيرست لاين وطبعا في ناس وانا من ضمنهم ضدنات اجري مع ان انا مش محتاج اعمل فولو اوب شست اكس راي للنيمونيا ليه ما اعملش فولو اوب شست اكس راي لنيمونيا لما اشوف شادو في العيان ليه بعد معالجه بعد خمس ايام مثلا ولا سبعة ايام ما اعملش فولو اوب اكس راي ليه في عيان يبقى عنده سي تي بالمنظر ده فيه نيمونيا وفيه ده حاجة سبيشوس كده دينس ليه ما اتطمنش عليه ان دوت بقى كومبليت كلير يعني بذات لو عين في ريسك فاكتور سموكينج والا او غيره فدي نقطة مهمة الحقيقة يعني كانوا مزودينها زيادة في حاجة مالهاش لازمة طبعا بالنسبة للدياغنوستيك طبعا في بلاد كتير ما فيهاش الانفلونزا والمرسا انا ما اظنش احنا ندرى في مصر المرسا دي وبالتالي برضو ان انا عشان اثبتها مية في المية صعبة قالوا ان زي ما قلنا ان تعمل لكل الناس بتخش المستشفى ان الابديت بتاع الكاب كان الابندن كونسيبت موسيقى والان موسيقى في الموسيقى وان احنا نزود الانفلس في موسيقى نخذ الانفلس المفروض يزيد والأدريس الجيوز الكورتيكوستيرويت هو مهم الكورتيكوستيرويت ليه مكانه في الموسيقى بالتأكيد الموسيقى كان ان هو 25% سترينز لكي استعمل ما استعملش اسف الماكروليد والريكمنديشا متاع الفلوكيني لونز از التورنتيف والسابريشا متاع المايكرو بكتيريام اه تيوركولوزوس في بلادنا وطبعا اه كانوا اجينست الارجيكشن بتاع الادجنكت كورتيكوستيرويد وزود اكنولوجي من البوسبول بنيفيت اوف سيليكت في السيفير كاب زي ما قلنا وفاينالي طبعا ان وي ركونايز ذات ان الالجايدلاينز وزنو تفلوب في تريتمنتو في اميوني كومبرمايز ده بمثل تمنتاشر في المية من حالتنا فدي نقطة كدبردو ديفكتو الفود نياخدو بلا في المستقبل وشكرا لوحاتكوا لو فيها استفساد